حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يحدث عن أعرابي قال رأيت في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلن مخصوفة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف عن أعرابي أنه رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلن مخصوفتين حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير قال كنت مع مطرف في سوق الأبل فجاء أعرابي معه قطعة أديمين أو جراب فقال من يقرأ أوفيكم من يقرأ قلت نعم فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيس حي من عكل إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله فقال له بعض القوم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثناه قال نعم قال فحدثنا رحمك الله قال سمعته يقول من سره سره أن يذهب كثير من وحار صدره فليصم شهر الصبر أو ثلاثة أيامين من كل شهر فقال له القوم أو بعضهم أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أراكم تتاهموني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل مرة تخافنا والله لا حدثتكم حديثا سائل اليوم ثم انطلق حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن أبن شخيري عن رجل منبني قيس قال معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيامين من الشهر يذهب وحار الصدر حسن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميدي بن هلال عن أبي قتادة وأبي الضهماء قال كان يكثراني السفر نحو هذا البيت قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال إنك لن تدع شيئا أتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه حدثنا روح بن عبادة حدثنا قرة بن خالد قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير قال كنا بالمربد جلوسا فأتعلينا رجل من أهل البادية لما رأيناه قلنا هذا كأن رجل ليس من أهل البلد قال أجل فإذا معه كتاب في قطعة أديمين قال وربما قال في قطعة جراب فقال هذا كتاب كتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فإذا فيه باسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لباني زهيري بن أقيس وهم حي من عكل إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمسة من المغنم ثم سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأمان رسوله فذكر يعني حديث الجريريئي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثني عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني رجل من أهل البادية عن أبيه وكان أبوه أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب حدثنا بهز وعفان قال ثنى سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال عفان في حديثه حدثنا أبو قتادة وأبو الضهماء قال عفان وكان يكثران الحج قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله فكان فيما حفظته عنه أن قال إنك لن تدع شيئا أتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتك الله خيرا منه